أحلى أكلات حاولي على قد ما تقدري تدخليها لأولادك فيها فوايد وقيمة غذائية عالية جدا نمر واحد السمك السمك على فكرة بنبتدي ندخله للردع من السابع مثلا ما بنستناش عليه كتير طالما الطفل جرب فراخ مثلا بروتينات بشكل عام مثلا صفار البيت بدأنا بيه زبادي الحاجات دي دخلت ممكن تبتدي تدخلي السمك مثلا بتدخل سمك يعني مثلا حاجة زي البولتي لو احنا في مصر مشوية او في ليه معمولة في الفورن او صنية وتاخدي حتة صغيرة قوي من نسيلة السمك وتحطيها تهريسية مع الرز او تقدميها مع الطماطم السمك غاني جدا بالقوميجا ثري وده بيشكل جزء مهم جدا في مناعة الولاد وفي ادراكهم الزهني وفي زكائهم الجسم فعلا محتاجه مهم جدا تاني سوبر فودة ده متأكد ان انتو بتدخلوه للولاد هو الموز الموز مغزي جدا الموز من اكتر الاكلات اللي ممكن تزود وزن الطفل بس بشكل صحي الموز غاني بالبروباياتيكس والمواد اللي هي بتزود النشاط بتاع القولون بتخلي الطفل قليل جدا لما يجيله ميكروبات واسهال ومشاكل من النوع ده الموز غاني بالبوتاسيوم والمعادن اللي الطفل محتاجها علشان قلبه وعظمه وحاجات كتير قوي الموز كان زغزائي تالت سوبر فود حاول يدخلين الاطفال برضو من اتمام السادس هو البطاطا البطاطا على فكرة ممكن تدخل حتى من الرابع مهم علشان نشطهم علشان مناعتهم علشان نظرهم علشان جلدهم علشان شعرهم يطلع بشكل كويس الاطفال المصريين احصائيا عندهم نسبة فيتامين الف بتبقى قليلة وبنحتاج ساعة ندي منها جرعات وقائية على مدار اول خمس سنين فالبطاطا هي كنز جزائي ومصدر من اقوى المصادر للنباتية لفيتامين الف وطعمها جميل واغلب الاطفال بتحبها رابع سوبر فود والبراكلي اقرب حاجة ليه للناس الامكانياتها متسمحش على البروكلي يبقى الارنبيت ما بحبش ادخله في السادس عشان الغزاد بتاعته قوية فبستنى عليه السابع او الثامن بقدمه بكميات قليلة فيه اطفال بتتقبله فتقدر يدخليه زي ما انت عايزة حتى من اتمام السادس ما بأكلوش بالليل البروكلي بيمشي قوي لو انت حططيه مع حاجة غير معتادة يعني انا ساعت بعمله مع البطاطا الحلوة والفراخ بتبقى واجبة قوية جدا للمناعة فيها كل اللي الطفلة بحتاجه البروكلي غاني جدا بمضادات الاكسادة اللي بتخلي الطفل يقاوم الامراض فيه شوية فيتامينات حلوة ساعات بدخله مع اكلة تانية يعني مثلا هتاكل رزه بسلة فحط فيه شوية براكلي صغيرين مع الجذر بحيث ما تحسش قوي بتعمل براكلي خامس كنز غذائي والله يعني لازم الناس كلها تعرف قد ايه هو مهم هو البيض انا مش عايزة اقول يعني انه رخيص لانه بقاش في حاجة رخيصة بس هو ارخص من حاجات كتير في البروتين ومش بس بروتين ده هو مليان شوية فوسفوليبيتس او بعض الدهون اللي الطفل بيبقى محتاجها غاني جدا بفيتامين د الصفار البيض بيعوض الطفل عن حاجات كتير هو محتاجها علشان مثلا طوله يبقى كويس منعته تبقى قوية البيض ممكن الصفار يتقدم من اتمام السادس ولو الطفل تقبله بنجرب البيض طبعا لازم يكون مسلوق كويس قوي مش ناي البيض طبعا مبنفصلوش لوحد لا احنا لو طفلي تقبل الصفار بجرب معا البيضة الكاملة بقى عادي اعملها مثلا متقلبة كده وفرفتها صغير وياكلها مثلا من التاسع الناس فاكرا ان البيض بياض البيض لازم يتأجل للسنة دي معلومة خلاص ايد متقوي اللي بيقولك كده ده ما فتحش التوصيات بيقوله مثلا سبع ثمان سنين خلاص ده هم اكتشفوا ان انت لو اديت البيض بياض البيض قبل السنة ده بيخلي نسبة ان الطفل ده يبقى متحسس من الاطعمة في المستقبل اقل الطفل اللي بيجرب له الحاجة بدري فمعادها المزبوط مش بقول بدري زيادة عن اللزوم فمعادها المزبوط بيبقى عنده تقبل لاطعمة كتير بياخد فايدة الاكل ده وفي نفس الوقت مستقبلا ما بيجيروش حساسيات طعام مستد السوبر فود هو الزبادي انا بحب الزبادي للاطفال اللي اتفطمت خلاص الطفل اللي لسه ما اتفطامش بحس انه لأ انا لقدي لك ذبادي لما ممكن ادي لك الاحلى منه اللي هي الرضع الطبيعية فيها كل اللي موجود في زبادي واكتر انما الطفل اللي اتفطم او طبعا طفل اللي اقردي مش بيرضع يعني من مامته الزبادي بيعوضوا عن حاجات كميلة اولا الزبادي فيه بروتينات ثانياً الزبادي فيه بروبيوتكس اللي هي الخمائر الناشدة واشتري نوع فيه بروبيوتكس بلاش الأنواع العادية أو اعمليه الزبادي البيتي هتلاقيه برضو فيه خمائر ناشدة دي بتساعد جداً على صحة القولون بتزود المناعة حلوة أوي لو ابنك مثلاً بياخد مضاد حيوي أو داخل في دور تعب فالمضادات الحيوية بتقتل البكتيريا النفعة اللي موجودة في القولون فالزبادي بيعادل ده مع الوقت الزبادي فيه كالسيم بالذات الزبادي المصري على فكرة فيه كالسيم أكتر من الزبادي اليوناني فحلو لطيف للتسمين حلو للتطور الحركي عند الأطفال سابع سوبر فود هو القرع اللي هو فيه ناس بتسميه يقطين واللي مش عارفه هو بالانجليزي اسمه السكواش يعني للناس اللي بتكلم بلهجات مختلفة عن المصري القرع اللي هو احنا بنعمله قرع عسلي القرع لو تقدم للبيبي حتى من الخامس حلو جداً أولاً عشان الإمساك لأنه بيلين وانتوا عارفين ان بيبعندهم امساك شديد جداً في المرحلة دي غاني جداً فيتامين ألف حلو جداً للمناعة